الاتنين التانين اللي كانوا أساسيين أسامة فيصل لأ إبراهيم عادل الأول العريس مارادونا مارادونا محمود ماهر الناقض الرياضي الصديقي كان بيقول لي ما حستش إنه زي مارادونا قلت له بالزبط مارادونا دي مش اللي هي بس في المراوغات مارادونا مراوغات أتقل مفيش زيه في الحياة لكن في فكرة طريقة الستايل بتاع الجسم بتاع الجارية فكرة الالتحامات للاعب صغير الجسد في وسط عمالقة بهدلونا في الالتحامات بجد إحنا كنا وحشين قوي في الالتحامات الأرضية يعني لما تشوف ميسي وتشوف بلال مظهر وهم بيلتحموا قدام الوحوش بتوعهم في الدفاع كنت يعني تبقى أه أصحى يا جمال إحنا بعيد قوي إحنا محتاجين ناكل محتاجين شوى بروتين حلوين ومحتاجين نقعد في الجم شويتين ومحتاجين ننام كويس ومحتاجين نربي عضلات عشان لو عايزين نتقلق في المحافل الدولية اللي زي دي إحنا كبارح كسبنا بجدية وبمهارات وبإصرار لكن الالتحامات لو بصيت على الأرقام هتتصدم هتتصدم بصراحة يعني المهم يعني إبراهيم عادل كان رائعا في عمل الجباهات رائعا في التحرك لتسجيل الهدف رائعا في الضربة اللي استاهل بيها أن ياخد اللقطة الختامية اللي نحتفل ببلوغ نصف النهاية لأول مرة من ستين عاما اللاعب اللي دايما محطوطة عليه الأمال واللي بجد أعاد اكتشاف اسمه رغم صغر سنه في هذه البطولة لأنه اللاعب ده بقالك خمس سنين بتتكلم عن الموهبة وبيجيله عروض وبرامدز بيرفضها للاحتراف لأنه يرى أنها ليست مناسبة لأن بيرامدز على ما يبدو أنه كان على حق لأنه بعد الأولمبياد أعتقد أن الأمور ستختلف كثيرا وزي ما جاله عروض بعد أمم أفريقيا بكل تأكيد وكمان الدول الدفاعي مبارح كان أحسن من الماتشات الأولانية أسامة فيك